انعقدت اليوم الثلاثة بدار الضيفة بقرطاج ورشة عمل تحت أشرف رئيس الحكومة نجلة بودن رمضان وذلك حول موضوع تطوير الحوكمة المؤسسات والمنشآت العومية من أجل تعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي وذلك في إطار توسيع الاستشارة حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 89.9 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العومية لتشمل المنظمات الوطنية والواساء مديرين عامين مباشرين وسبقين لمونشآت عمومية من مختلف القطاعات وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني أفاد الناتق الرسمي باسم محاكم المهدية والمونستير فارد بن جحافي تصريح لمراسل حياة فام بل جيها بأن النيابة العومية قررت الاحتفاظة من أجل اقتحام مركز أمن ومسك ألح حارقة في حق شابه وأوضح بن جحا أنه على إثر اقتحام مركز الحرس الوطني بمنزل حياة بالمنستير من قبل شاب من موليده 94.900 وتهديده لأعوان الأمن بحمله لقرورة بنزين بسبب تعروضه لتوبيخ من والده في وقت سابق قطر جلسة خمرية حيث ألقى عليه اللوم لتسببه في عطب بسيارة والده وفي ردة فعله احتجاجيا ذهب إلى مركز أين أطلق أطلق عليه الغاز وهدد بإضرام النار في نفسه في الأعوان كما احتج على تصرفهم وعلى غلاء الأسعر وفي علاقة بالشأن الصحية فادت وزارة الصحة في بلاغا لها مساء اليوم الثلاثة 29 من نوفمبر الجاري تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 1370 تحليل تم أنجازه خلال الأسبوع الممتد من يوم الواحد والعشرين من نوفمبر الجاري إلى حدود يوم السبع والعشرين من الشهر ذاته دون تسجيل وفايته وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التحلي الإيجابية بلاغت نسبة 5.91% نهاية العرض الإخبارية الموجز قدمه لكم ناصر الدين حميدة والمشوار يتواصل مع سونيا جبالي وبقية الفريق في نحكيوه اشتركوا في القناة